اشتركوا في القناة يا ماهر بقل لك خد وقتك لانه اذا ارتبطت هترجع تترك اذا انت مش مقتنع كتير فتنع مية بالمية بالشخص اللي هتاخده حرم حتى ما تفسق كذا محبس هذا الاشهر لا مش مناسب للك ضل لك شوف لانه هتبدأ على الشتاء امورك العاطفية تستقر وقام بنت بشرة موليد 30-12-92 البلدين المناسبة لقلها وعن الزواج والدراسة والهجرة الهجرة على الدول اجنبية اكيد الوقام اسم وقام دائما بلاده اجنبية ما بيرتح ابدأ بالدول العربية زهي بالدول العربية لانه كل واحد اسمها وقام حتى لو بسعودية ما بتحب تعد بسعودية بطلق انا بدي روح على امريكا وعيش بره ويمكن اخد امريكاني حتى ما بدي اخد سعود انا سامعتها من كذا ست حاملة هيدا الاسم بطلق انا بدي عيش بره بدي اخد اجنبي ما بدي اخد من اراضي سعودية ما يزعله مننا الاهدان وفيه كل واحد حصل بشخصيته فهي بتحمل بصبور اجنبي وبتعيش بتروح له واحدة قبل الاستقرار العاطفة فممكن تلاقي شخصها بالدول الاجنبية اكثر ما هو بالدول العربية للستويقام ودراسة في عندها تكمل دراسة وتعمل شيء دراسات عليا لانه شاطرة ممكن تحمل لكه بدكتور دكتورة بشيء طالب شيء علم ودراسة وزواج بصير دكتورة يعني بصير عندها بصير عندها تعمل ان شاء الله ما بتوقفهم بتعمل ممكن ابحث وتعمل كتب ان شاء الله بحياتها امر بنت مونة موليد عام عشرة سبعة تسعة وثمانين بدأ اسم بنت ناعم وقوي وشو رأيك باسم لايا لايا لمين لا بنتها ولا لا يعني هي حامل بدأ اسم بنا لايا لايا اكيد لايا مليار بالمية وما بدنا نبدل عنه ابدا شيء ايطلع لولول ت gotten علي و biha عائد للا لولا تمان مليحي هي صغيرها اصغرها بحبة الولو بلولا لولا واللم الف بالاخير احسن من لم الف بأول أونا مثل لارة انا لم أففط وابدا من أنطلاعوا على يارا او متوسط مثل دالال انتوسط الاسم هايEP اليوم أليم بحبه باخر الاسم ولايا اكيد مليار بالمية عنا نور بنت حميدة 25-88 وزوجها مهدي ابن جيهان 22-83 عن الأحوال المادية إليها وهلأ زوجها وظيفة جيدة هلأ مأخر شوي هو لك قدم كتير زوجة وبعدين أنت قدم كتير وإجاك إجاك عدد فرص الشغل بس ما كانوا كتير الشرعي فمشاني كده ما بتهرب من هالأمور ما بتفوت بإشي مش مزبوطة في شخص في أحد الأشخاص هيكون بشهر 8 رحيزها بشهر جيه بشهر عشرة ممكن تبدأ وظيفة منيحة وهي زوجتك وجهة خيرة عليك وتنقله من علبة بيتك حتى بسبب الوظيفة في انتقال بيت آخر اسم سارة بنت ضيحة معوليد 976 عن الزواج والمادة وذكرت مرة أن بتحمل باسبور تاني شو أصده باسبور أجنبي يعني ممكن الشخص المنا بأن هي من بلد عربي ممكن تروح تعيش على دولة ممكن تاخد شخص عنده باسبور أجنبي سارة ممكن تاخد واحد بالأحرى تاخد لحن باسبور أجنبي ممكن هو يحمل باسبور أجنبي وولادك يحمل باسبور أجنبي حياتك بسبب الشخص وإن شاء الله يمكن من أولادك ولما نمت روقت طويل بس إن شاء الله يكون الكبير مش الصغير بس أنت تعيش بدولة أجنبية وأكتر شي بلدك هي بريطانيا أو أمريكا. بس أكتر شي بريطانيا وممكن الشخص يكون هو اللي حمل باسبور الأجنبي وتعيش بين هالأرضين. بس أكتر شي بريطانيا بتصوريها كتير. ممكن تحملي باسبورها. أشكرك جمالة. شكرا لك في الأسبوع المقبل بفقرة جديدة. شكرا للمتابعتكم. اشتركوا في القناة